بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمجسدين سيدنا محمد وعلى اللي وصحبه أجمعين سوف نستكمل بقية الدروس في هذه الوحدة المادة الاجتماعية للصفة الأول ثانوية عن منظمة التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامي سوف نتعرف على نشأة منظمة التعاون الإسلامي وأهدافها وأجهزتها والدول الأعضاء فيها تعد هذه المنظمة منظمة دولية مقرها في جدة في المملكة العربية السعودية وتحشد مواردها وتحشد جهودها للدفاع عن مصالح دول العالم الإسلامي وتعمل لتأمين رقي شعوبها ورفاهيتهم وكل المسلمين في العالم وقد أسست هذه المنظمة في مدينة الرباط في المملكة المغربية في الثاني عشر من رجب من عام 1969 في سبتمبر بمناسبة المؤتمر الأول لقادة العالم الإسلامي الذي عقد في العاصمة المغربية أثر حريق الإجرام الذي ارتكب في المسجد الأقصى المبارك عام 1989 على يد عناصر صهيونية في مدينة القدس استطاعها قادة الإسلام المجتمعون في الرباط تأكيد وحدتهم وجمع كلمتهم استنفار القوة اللازمة لمواجهة هذا الاعتداء الصارخ وفي ذلك الاجتماع انشئت المنظمة وتضمنت ميثاقها عهدا بالسعي بكل وسائل السياسية والعسكرية لتحرير القدس الشريف من الاحتلال الصهيوني بالنسبة للدول الإعضاء في هذه المنظمة لدينا هذه المنظمة في عضويتها 57 دولة وتعد المملكة العربية السعودية من أبرز هذه دول العضاء المؤسسين البالغ عددهم 25 عضوا مؤسسا ما هي أهداف هذه المنظمة أو لماذا ترمي هذه المنظمة إلى تعزيز أواصر الأخوة والتضامن بين الدول العضاء صون المصالح المشتركة وحمايتها احتراهم حق تقرير المصير وضمان المشاركة الفعالة للدول العضاء في اتخاذ القرار على المستوى العالمي وتأكيد دعمها للحقوق الشعوب المنصوصة عليها في ميثاق الأمم التحدى والدول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الإسلامية بدل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها الرقيب العلوم والتقنية وتطويرها وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعظام الأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي هي مؤتمر القمى الإسلامي والمؤتمر الإسلامي من وزارة الخارجية والأمانة العامة أما بالنسبة للمؤتمر القمى الإسلامي فهو أعلق على هيئة في المنظمة ويتولى مهمة وضع الاستراتيجية الخاصة بالسياسة والعمل الإسلامي ويعقد بغرض بحث القضايا التي تكسي أهمية حيوية العالم الإسلامي أما المؤتمر الإسلامي للوزارة الخارجية فيعد الهيئة الثانية للمنظمة التعاون الإسلامي وتناطد به مسئولية تحديد السياسات المزمع الأمانة العامة هي الأهيئة التنظيمية الثالثة لمنظمة التعاون وتمثل الجهاز التنفيذ للمنظمة الأمين العام في هذه الأجهزة يمثل الأمين العام للسلطة العليا في الأمانة العامة والأجهزة التابعة لها وهي مسؤولة عن سير عمل الأمانة والأجهزة التابعة أمام المؤتمر ما المقصود بالتضامن الإسلامي؟ التضامن الإسلامي هو تحرك إسلامي نادى به الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود لتحقيق العون المساعدة والتكامل والاجتماع الكلمة والتكاتف بين المسلمين في مواقفهم واحتياجاتهم أما التمييز العنصري فهو التفرق بين الناس في حقوقهم وواجباتهم لاختلاف أجناسهم أو أديانهم أو لغاتهم ومنظمة التعاون الإسلامي تعزز المساواة وتمنع التمييز العنصري هذا كان بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم وهو منظمة التعاون الإسلامي تعرفنا فيه على نشأة هذه المنظمة وأهدافها وأجهستها والدول الأعضاء فيها شكرا لمتابعتكم نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم